قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقضوتنا والشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة كلمنا الحلقة قبل اللي فاتت عن الحور العين وكيف نحصل على الحور العين وكلمنا كلام بشيء من الاستفادة رغم من الوقت ضيق وكلمنا الحلقة اللي فاتت عن مواقف لبعض السلف مع الحور العين طبعا كان الموضوع لابد له شقة آخر يعني كتير من النساء يقولوا طيب انتم كلما تكلفون عن الجنة ما شاء الله عليكم تقوموا تكلموا عن الرجالة بقى ولهم الحور العين وتقوموا توصفوا في الحور العين وأنه يرى مخ سوقها من وراء سبعين حلة من الحصن والجمال وأنه ينظر في مرآة تخديها لا يملها ولا تمله أربعين سنة وإن 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 أمال إحنا لنا إيه؟ إحنا ما نشح في الجنة بالعكس المرأة لها الخير الكتير جدا في الجنة ليها زي الرجل بل أحيانا تكون أزيد من الرجل خذوا بالكم المولى عز وجل وضح في كتابه سبحانه وتعالى أن المرأة زي الرجل في التكاليف الشرعية وفي الجزاء الأخروي قال جل في علاء فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وقال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة وفي الآخرة ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فزوجتك في الدنيا المؤمنة لما أنت تخش الجنة وانت راجل المؤمن هي هتكون أيضا زوجتك في الجنة والزوجة المؤمنة بتكون أجمل من الحور العين وبتكون هي بالبلد كده الرئيسة بتاعت الحور العين لو افترضنا مثلا أن حضرتك دخلت الجنة ربنا يا رب يا جمعنا وإياكم في الجنة حضرتك دخلت الجنة وليك مثلا زوجتين ثلاثة عشر عشرين في الجنة من الحور العين طبعا هناك ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صرر المتقابلين ما فيش واحدة تقول بقى دي ضرتي ودي عاملة ودي مصير ربنا سبحانه وتعالى بينزع من قلوبهم الغل والغيرة والحسد وكل الأشياء الوحشة مش موجودة في الجنة في الجنة في حبه بس بفضل الله سبحانه وتعالى فما تعودشه لين طب الحور العين ده بنا روح فين في الحور العين لا ده انت هتبقى أجمل من الحور العين لأن الحور العين لم تكلف لا عبدت ربنا ولا صلت ولا صامت ولا تعبت انت اللي تهبت وصمت وعملت وديك الدليل على كده الدليل من عنده أمنا عائشة بقى أمك حبيبتك اللي بتقدم لك النهاردة أحلى وأجمل وأغلى هدية لو انتوا تفتكروا في الحديث اللي روات طبراني في الأوسط بسندا صحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن غناء الحور العين إن هم يغنينا في الجنة بأجمل أصوات ما سمع أحد المثل صوتهن وإن مما يغنين نحن الخالدات فلا تمتنا أو فلا يمتنا ونحن المقيمات فلا يضعننا ونحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام طوبى لمن كنا له وكان لنا وعملين بقى شوية أغاني كده بكلمات جميلة فأمنا عائشة بتقول إيه فإذا قالت الحور العين هذا يعني لو قالوا الكلام دوت النشيد إذا بالمؤمنات يقولنا ونحن المصليات وما صليتنا ونحن المتصدقات وما تصدقتنا نحن المتوضيات وما توضقتنا ونحن الصائمات وما صمتنا قالت أمنا عائشة فغلبنا هن ما شاء الله يعني الحور العين لما تغني في الجنة الكلمات الجميلة اللي قلناها من شوية تقوم المؤمنات تقول لهم طب انتوا عمالين بتقولوا نحن الخيرات الحسان أزواجه كوم كرام وإحنا الخاردات فلا يموتنا ونحن المقيمات طب انتوا يعني كل اللي عمدتوا إيه ربنا خلقكم في الجنة عشان تكونوا ثواب ومتعة لأهل الجنة من الرجال إحنا بقى اللي تحبنا وإحنا اللي شفنا المر كله وتعذبنا وتحملنا بتلقات الدنيا وتحملنا الزوج اللي تعبنا والأولاد اللي تعبونا وحملنا وخلفنا وربنا وتهبنا وشقينا في الدنيا ويعني وحصل لنا بتلقات شديدة وفوق ده كله كنا بنعبد ربنا وبنصوم وبنصلي ونقرأ قرآن ونذكر ربنا ونصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونصوم ونتصدق ونحج أنت عملتوا إيه؟ فوقمين عايشة قالت فغالبنا هن فالمرأة المسلمة الطيبة المباركة اللي بتعجزها في غير معصية ربنا اللي النبي بشرها بأحلى بشرة كما عندها ابن حبام بسند صحيح قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية من أي باب في الجنة أنت تختاريه تخشي هناك وتكون هناك ملكة متوجة بفضل الله سبحانه وتعالى في الجنة فيه نساء بتقول طب الرجل له الحور لين إحنا لنا مين أقولك بكل بساطة تلت محاور من خلالهم تعرفي أنت ليكي إيه في الجنة رقم واحد لو كنت زوجة لو كنت زوجة ومؤمنة وزوجك مؤمن فدخلت الجنة مع بعض فأنت زوجته في الجنة يبقى أنت كده ضمنت أني ليكي زوج في الجنة زوجك ده بقى في الدنيا كان ضعيف كان مريض كان عصبي كان كان ربنا سبحانه وتعالى بيطهره من كل الأخلاق الرضيئة هتشوفي هناك زوج حاجة سوبرستار ما شاء الله رجل بقى جنتل وجميل ومشاء الله وجميل ورم مش عايزة أقول رومانسي يعايزة أقول يعني إيه رجل بقى عنده عاطفة وحلاوة لسان وحلاوة منطق ويقولك كلمات الحب والغرام في الحلال وهتلاقي بني آدم تاني خالص إنسان تحول تحول غير عادي لأن ربنا سبحانه وتعالى بيدخل الجنة ليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد ولا عصابية والأخلاق وحشة والأخلاق مزمومة كل الحاجات الحلوة الجميلة تشوفها منه ويبعث يوم القيامة على أجمل صورة وعلى طول ما شاء الله كل أهل الجنة يبعثون يوم القيامة على طول سيدنا آدم ستونة ذراعهم في السماء إبقى أنت طويل أو هو طويل مش إبقى هو طويل أو أنت يعني تحتفل لا إبقى أنتوا كلكم بنفس الطول رجال ونساء وطول بعرض بجمال بأخلاق جميلة بكلمات حلوة بحب وغرام في الحلال هتلاقي زوج حاجة تانية خالص لو عدت تحلامي وتتخيلي أعودي كده أحلامي زي يبيلوا كده بفتا الأحلام اللي نفسك تتجاوزيه أعودي تخيلي كل اللي يخطر على بالك هو هيكون أجمل من كده مليار مرة فوق ده كله هيشبعك جسديا وعاطفيا لأن الرجل في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو زوجك في الجنة اللي هو كان زوجك في الدولية هيبقى لي قوة مئة رجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي روى التبراني في الكبير بس أنا دين صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة مئة رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماعة يبقى قوة مئة رجل يبقى أنت تتلززي بزوجك ده اللي كان معاك في الدنيا تتلززي به في الجنة على الدوام ومش هتخاف بقى من إنه يمرض أو إنه يعجز هيفضل شباب على طول في سن 33 سنة وإنت في سن 33 سنة وتفضلوا على السن ده على طول خالدين مخلدين فيها أبدا في متعة أكتر من كده طب لو ما يكون بس بشرط إن زوجك ده يكون مؤمن وإنت مؤمنة وتخش الجنة ولما يموت زوجك تكون إنت على زمته أو إنت لما تموت تكوني برضو إيه على زمته يعني تكونوا لحد آخر لحظة أزواج ما يكونش أطلقك طيب ده لو كنت متزوجة طب لو كنت متزوجة وطلقتي حالك إيه في الجنة؟ ما أنا خلاص ما بقاش لها زوج والزوج ده ممكن يكون راح تجاوز رحدة تانية فهي زوجته في الجنة أنا هزوجه مين بقى؟ شوف أنا بوضح لك أدي الكرم اللي ربنا بيكرمولك في الجنة فلما تكوني ربنا عافيك يا رب مطلقة وما يكيش زوج ومت وأنت مطلقة ولم تتزوجي بعض ربنا يكرمك في الجنة بإيه؟ ده حاجة من الاتنين في كتير من الرجالة برضو في الدنيا ناس مؤمنين برضو زي حضرتك ممكن يكون تزوج وطلق وفضل من غير زوجة لحد ما مات فربنا يجمع بينك وبين زوج مؤمن في الجنة يكون هو أصلا من أهل الدنيا وأنت من أهل الدنيا أنتو الاتنين مؤمنين أنت اطلقتي وهو كان طلق واحدة تانية فيجمعكم في الجنة فيكون زوجك في الجنة دي حاجة تانية طيب الأعداد النساء كتيرة أكتر من الرجالة أخذوا بالكم أكتر من الرجالة فممكن يكون فيه زوج آما تجوز خالص أو كان تجوز وطلق ومالوش زوجة وإنت تكون ما تجوزتيش خالص بالمرة أو كنت متجوزة وطلقتي فلما تجو في الجنة أعداد النساء أكتر من الرجال ينشئ الله عز وجل للنساء خلقا آخر رجالا آخرين من أهل الجنة ويجوز كل واحدة ما كانش لها زوج في الدنيا يجوزها زوجا مطهرا في الجنة تستمتع بيه وتعيش معاه أحلى أيام عمرها في جنة الرحمن ولن يبقى أحد في الجنة بلا زوج واضح اتطمنتو يبقى لو كنت متجوزة وربنا جمعك مع زوجك هتكون يزوجته في الجنة ما تجوزتيش أصلا خالص من مرة ومت بلا زوج ربنا يجمعك بواحد تاني برضو في الدنيا ممكن ما يكونش تجوز أو تجوز وطلق ويكون هو من أهل الجنة وانت من أهل الجنة وربنا يشكلكم على هيئة أهل الجنة فيجوزولك طب النساء أكتر من الرجال ربنا يخلق لكم خلقا آخر لأن النبي عسام أخبر أن الجنة يفضل فيها فضل في يوم القيامة فيخلق الله عز وجل لها خلقا ليسكن الجنة ويكون ده زوجك في الجنة تعالوا نكمل موضوع الجميل ده ولكن بعد الفاصل صلى على حقوق تعالوا معنا نتهنى في يومها نعيش في الجنة في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقول لكم في أول حلقة الحلقة دي هدية لكل أخت مسلمة مؤمنا إن شاء الله ربنا يبارك فيها ويجمعنا بها في الجنة رب العالمين أظن كده زبطنا لكم المسائل تماما وأظن ممكن يكون كتير من رساق أول مرة في حياتهم يسمعوا الكلام ده كتير منهم قلقانين إيه الرجالة يخشوا في الجنة بقى ويوضوا بقى إيه يعني يتمتعوا بالحور لأنه إحنا نقعد على الجنب كده نتفرج عين ونقض نعيط لا ده ننتي هتتمتع في الجنة أجمل متع بفضل الله صلى الله عليه وسلم وزي ما قلت لحضرتك إن شاء الله ليكي تلت أحوال إما أنك تكون زوجة لواحد وبعدين تخد إبارك من حاجة اللي متجاوزها دوت ممكن يكون متجاوز أكتر من واحدة ربنا برضو هيجمعكم كلكم في الجنة قولي ليا خبها ربي يعني فلانا وفلانا ضرير دول أبا معهم في الجنة ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين واحد مثلا متجاوز اتنين واللي اتنين مؤمنات وهو مؤمن وماتوا يجمع هم التلاتة في الجنة واحد مكمل الكتيبة ومجاوز أربعة ربنا يجمعه برضو بالأربعة لو كانوا مؤمنات برضو يجمعهم معاه في الجنة وهكذا ولو كنت مش متجاوزة أو لا قدر الله كنت متجاوزة وما حصلش نصيب وطلقتي يوم القيامة ربنا يجمعك بواحد تاني فضل الله سبحانه وتعالى أيضا من أهل الدنيا يكون داخل الجنة وما يكونش لي زوجة يخش وربنا يجعله زوج ليك في الجنة ولو كنت في النهاية يعني ما فيش بقى لزوج جديدا للجنة ويزوج كل فتاة مسلمة مؤمنة دخلت الجنة يزوجها بزوج من أهل الجنة فيكون ليك زوج مطهر من أهل الجنة والكل يتساوى بفضل الله ولم يترك الله أحدا أعزب في الجنة ما فيش في الجنة حد عازب أبدا الكل سيكون متزوجا لأن الجنة دار متعة ودار نعيم بقى خارج بفضل الله سبحانه وتعالى ولا يمكن يكون في أي نقص لأي متعة لحضرتك في الجنة أو لأي حد يخش الجنة يعني ربنا يجمعنا يا رب في الجنة ويكملنا كل المتعة المرأة المرأة في الدنيا لو كان زوجها مؤمن هي زوجته في الجنة طيب لو المرأة اتجوزت أكتر من واحد يعني اتجوزت واحد وما حصلش نصيب وثابته واتجوزت واحد تاني وما حصلش نصيب يعني دوبتهم كده خمسة ستة في الدنيا ربنا يديها الصحة يبقى هتكون وهي إنسانة مؤمنة واللي اتجوزتهم كلهم مؤمنين وكلهم دخلوا الجنة تكون مع مين في الجنة يعني لو هي اتجوزت مثلا خمسة ستة في حياتها أو اتجوزت اتنين ثلاثة في حياتها وكلهم دخلوا الجنة كل أزواجها اللي هما اتجوزتهم دولت دخلوا الجنة وهي دخلت الجنة هتكون زوجها مين قالوا كما قال نبي صلى الله عليه وسلم المرأة لآخر أزواجها يعني اتجوزت فلان واطلقت ما حصلش نصيب اتجوزت فلان واطلقت ما حصلش نصيب اتجوزت فلان وفضلت زوجته لحد ما ماتت وهو مات خدوا بالكم بقى اللي يحصل في الوقت ده تكون هي في الجنة لآخر زوج كان معها قبل أن تموت بفضل الله سبحانه وتعالى ايه الدليل عليك كده سيدنا معاوية بن أبي سفيان راح يتزوج أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء فخطبها فرفضت وقالت إني سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أرضاها وعن أبيها في يوم الأيام وهي عايشة طبعا مع الزبير بن العوام أبوها من العشر المبشرين بالجنة وجوزها من العشر المبشرين بالجنة ودي من الحاجات الجميلة قوي قوي فجوزها من أهل الجنة فإذا به كان يعملها معاملة سيئة جدا لتصل أحيانا لحد الضرب كان بيضربها ويقص عليها رضي الله عنه وأرضاه من خيرة الصحابة فراحت تشتكي لأبيها أبي بكر بتقول له يا أبي يعني تعبني وبيضربني وبيعمل وبيسوي قال يا بني اصبري فإن الزبير رجل صالح وإن المرأة إذا كان زوجها من أهل الجنة فإن الله يجمع بينها وبينه في الجنة عايز أقول لها ده أنت جوزك من العشر المبشرين بالجنة فكده كده داخل الجنة وإنت امرأة صارحة والنبع السلام بشارك بالجنة وقال جعل الله بنطاقيك أبدلك الله بنطاقيك نطاقين في الجنة لما شقت الحزاب بتاعها نطاقين كده وشارك فيه الأكل والشرب للنبع السلام وراحت توصله للغر وهي حامل في الشهر السابع وكانت معرضة أن حملها يسكت ورغم ذلك ضحت من أجل أن تطع من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها فالمرأة لآخر أزواجها سيدنا حضيفة ابن اليمان قبل ما يموت قال لزوجته هو بيوصيه على فراش الموت قال يا زوجتي إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي من بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها ولذلك لما حبيبنا المصطفى فتصلى عليه صلى الله عليه وسلم لما نبع السلام طلق حفصة بنت عمر لما طلقها جاءه جبريل والحديث روى أبو داود بإسناد صحيح جاءه جبريل فقال إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة مدام هي زوجتك يا رسول الله في الجنة ما ينفعش تكون زوجتك وانت مطلعها فلازم ترجعها علشان تكون معاك علشان تكون معاك في الجنة يبقى مما تقدم يتبين لنا أن بفضل الله نساء أهل الدنيا يقيناً يقيناً إن شاء الله مش محتاجة اجتهد من أهل العلم يقيناً هم أفضل من الحور العين في الجنة يبقى يقيناً نساء الدنيا أفضل من الحور العين في الجنة وأجمل من الحور العين وأفضل من الحور العين وأقرب لقلب أزواجهن في الجنة من الحور العين بفضل الله سبحانه وتعالى رقم اتنين أن ربنا سبحانه وتعالى بيجمع بين الرجل وبين زوجاته المؤمنات سواء واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو اربعة بينهم وبين بعض يجمعهم في الجنة ان شاء الله إذا متنا على الإيمان جميعا وكنا على زمات يعني كما كانش تطلع حد فيهم تكون زوجته في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى بل إن ربنا سبحانه وتعالى وضح في الآية الكريمة جنات عدنين يدخلونها ومن صلحة من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ووضح إنهم بيجلسوا مع بعض بفضل الله في ظلال الجنة في قمة الصرور السعدة قال جل وعلا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون يبقى بيتمتعوا يبقى المرأة المسلمة أفضل من الحول الحاجة الثانية إن ربنا بيجمع بين الزوج وبين زوجات والمؤمنات في الدنيا يجمعهم في الجنة إن شاء الله ويكون أزواجهم في الجنة الحاجة الثالثة اللي إحنا قلناها لكل أخواتنا المسلمات إني ما تفكريش إن أنت ملكيش نصيب في الجنة لأن تليك نصيب الأسد في الجنة إن شاء الله هتتمتعي بزوجك اللي كان معاك في الدنيا هتتمتعي بيه في الجنة وهيكون قوته بقوة مئة رجل بفضل الله سبحانه وتعالى هيمتعك بكل أنواع المتعة التي لا تخطر على قلب بشر ولن يفطر أبدا عن إسعادك وعن إمتاعك في كل لحظة لأن الجنة دار نعيم وليس دار تكليف إنما هي دار جزاء وثواب ونعيم بفضل الله يعني دار سعادة وبس عارف حضرتك لما بيكونوا في الدنيا رايحين تتفسع في مكان يجي حد يقول لك يشتغل يقول له لا أنا مش جاي أشتغل ده أنا جاي يرتاح من عناء بقى إيه سنة كاملة أنا جاي بقى تمتع ليومين كده الله يبر فيك أو راحة مثلا تعتمري راحة تعتمري ما عليش بقى سيبونا بقى كده إيه للعبادة بقى كده وخلونا نتمتع بقى إيه بالحرم كده والأماكن المباركة المقدسة دي وهكده في الجنة سيبونا بقى نتمتع بالجنة ما فيش ورانا بقى لا شغل ولا مشغلة وحتى التسبيح في يوم الأيامة في الجنة ما هواش تكليف وإنما هو لزة وإنما هو يلهمون التسبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تلهمون النفس حد فيني بيتكلف إنه يتنفس يعني أنا وأنا بتنفس دلوقتي هل فيها تكلفة علي أبدا أنا بتنفس عادي أمر يعني فكذلك التسبيح بيصبح التسبيح إلهام يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس بفضل الله سبحانه وتعالى دي كانت رسالة بسيطة ورقيقة لكل أخت مسلمة كانت بتظن إن الرجال فقط هما اللي بيتمتعوا بالحور العين لأ أخت الفاضلة زي ما قلت لحضرتك لو كنت متجوزة في الدنيا مطي أنت وزوجك ونتوا على الإيمان وانتوا لتنين مرتبطين لحد آخر لحظة بفضل لي بزوجك في الدنيا وربنا ينشئ لك ناشئ تاني وينشئك لي ناشئ تاني خالص بفضل الله وتكون أجمل من حور العين سبعين مرة أو أكثر بفضل الله سبحانه وتعالى ولو كنت ما تجوزتش خالص ومطت قبل أنت تزوجي ربنا هيجوزك في الجنة إما برجل من أهل الدنيا ويكون طبعا بصفات أهل الجنة وإما ينشئ لك رجلا آخر من أهل الجنة هيجوزك ولو كنت تجوزت ثم طلقت برضو ربنا هيجوزك ولن يترك الله أحدا بلا زوج في الجنة علشان كده بقول ما ينفعش تكون جنة من غير ما تكتمل فيها جميع أنواع اللذات ده كان كلامنا عن الحور العين في الجنة وعن مواقف لبعض السلف مع الحور العين وعن هدية بنقدمها النهاردة لكل أخت مسلمة بقولك والله ثم والله أنت أفضل عند الله من الحور العين ويكفي قول أمينا عائشة لما الحور العين غنوا والنساء ردوا عليهم قالت فغلبنا هن أنت أفضل من الحور العين لكن عشان تكوني أفضل من الحور العين اللي دي الحور العين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا ما فيها والنصيف هو الخمار البسح جابك أطيع زوجك في طاعة ربنا صلي واذكور ربنا وإرى القرآن وإوعد جيب سيرة حد ابعدي عن الغيبة والنميمة والكذب وكل هذه الأشياء عشان ربنا يجمعك مع زوجك في الجنة إن شاء الله وتسعدي في أجمل يوم مع حبيبنا المصطفى في يوم في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر